الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان أما بعد كانت هذه الغزوة غزوة خيبر في السنة السابعة للهجرة في الشهر المحرم حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ألف وستمائة رجل فسار حتى أتى خيبر ليلا وخيبر مدينة تقع شمال المدينة المنورة إلى جهة الشام وسكانها كانوا من بني النظير الذين كانوا أعظم محركين قريش يوم الخندق على قتال الرسول والمسلمين حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر ستة أيام فلما كانت الليلة السابعة وهي ليلة الفتح قال الرسول لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فلما كان الصباح أعطاها لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان يشكو وجع عينيه فتفل النبي فيهما ودعا له فشفيا توجه علي مع المسلمين للقتال وشدد الحصار على الحصون إلى أن فتحها واقتلع باب الحصن وقتل مرحبا صاحب خيبر وغنم المسلمون منها غنائم عظيمة وهكذا يا أحبابنا نصل إلى نهاية حلقتنا هذه لنحدثكم في الحلقة القادمة من سلسلة قصص الأنبياء عن غزوة مؤته فتابعونا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد وإلى اللقاء